نرجع تاني لأخبار مصر والملف الإبتي في مصر فيه دلوقتي طبعا كان انتظار ناس كتيرة قوي لموضوع قانون الأحوال الشخصية الجديد اللي كانت اشتركت فيه كناس التلاتة ومنتظرين انه امتى يطلع للنور فالحقيقة نصرح المستشار جميل حليم مستشار القانوني باسم كنيسة الكاثوليكية ان قادة الكنائس اتفقوا على بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد الخاص بالمسيحيين وانه ان شاء الله من المقرر عرضي على مجلس النواب في اكتوبر المقبل طب احنا دلوقتي في شهر سبعة ليه في شهر عشرة الحقيقة ليه الفترة دي برضو ما كانش فيه يعني تأكيد قوي المهم انه المستشار جميل حليم قال ان مشروع القانون بيتضمن فقرات تخص جميع التواقف المسيحية كمان بيحتوي على فصل صغير يخص الانفصال داخل الكنيسة الكاثوليكية ومن المقرر انه يشمل خمس بنود ووضح حليم انه قيادات الكنيسة الكاثوليكية بينقشوا حاليا بينقشوا البنود الخامسة دي وانه كناسة رومو الأرمن رفضت الادراك بمقترح مشروع القانون وعلنوا تمسكهم باللاقاحة الخاصة بهم بشأن الاحوال الشخصية فمن الواضح كده ان لسه فيه شوية امور بيتم يعني تزبطها على اعتبار انه ان شاء الله يعرض على مجلس انه هويب في اكتوبر وبعدها يكون نافذ ويكون قانون ويتم تطبيقه للناس الكتير الحياة اللي عندهم مشاكل في الاحوال الشخصية ومنتظرينه بعد ايقافها لمدة عام الأديرة تستعد لكبول طلاب الرهبانة كده احنا اقتربنا في يوم 29 هذا الشهر هيكون عدة عام على مقتل الانباء ابي فانيوس اسكف ورئيس دير ابو مقار بوادي النوترون وطبعا حضراتكم فاكرين انه منذ مقتل الانباء ابي فانيوس وكان فيه 12 قرار للرهبانة من ضمن القرارات دي كان عدم قبول طلبة رهبانة جدد وكمان كان فيه طبعا حاجات كتير قوي بالنسبة لقوانين الرهبانة فان شاء الله هيتم دلوقتي القديرة بتستعد عشان يبتدي يبقى فيه قبول لطلبة الرهبانة الجدد فيها خلال ان شاء الله شهر القادم شهر اغسطس ايضا الكنيسة تبدأ تجليس الاساقفة الجدد غدا الفترة اللي فتت كان قدست البابا رسم بعض الاساقفة فالكنيسة الاساقفة الاساقفية انتهت من فترة تأهيل وتدريب الاساقفة الجدد اللي كان تمت سيامته بيد البابا توادرس فيه 9 يونيو الماضي الكنيسة بتحتفل بتجليس الانباء متاوس اسقف ورئيس دير السيدة العزراء باخميم السبت 20 يوليو الانباء الاريون اسقف البحر الاحمر هيكون 27 يوليو ان شاء الله الانباء سوفيلوس اسقف منفلوت 13 يوليو واوسى قدست البابا توادرس الاساقفة الجدد الذين تمت رسامتهم في يونيو الماضي بابرشيات البحر الاحمر وكندا منفلوته دير العزراء باخميم بالتعرف على اعباء الخدمة الكنسية قبل السفر الى مقر ابرشياته خبر ايضا بالنسبة لمصارى العائلة المقدسة حيث تم الانتهاء من تطوير موقع شجرة مريم في المطارية حيث انهت الوزارة اعمال تطوير موقع شجرة مريم الموجودة في منطقة اثار المطارية وتم تشغيل شلالات المياه بالكامل والموجودة عند فوهة البئر المجاور للشجرة مما اعطى منظر جمالي رائع وتم توريد كافة اعمال خدمات رفع المياه واللي بتعمل بكفاءة عالية وتم تجهيز منطقة الكافتريات وتطوير نظام الاضاءة ورفع كفاءة الحديقة العامة وعمل قاعتين بعرض بشاشات كبيرة لتعرف الزائرين بتاريخ رحلة العائلة المقدسة في مصر وتاريخ شجرة مريم من خلال عرض افلام تسجيلية ووثائقية وبكده يكون الموقع جاهز تماما لاستقبال الزائرين حاجة جميلة جدا بجد انه يكون يعني تم الانتهاء من كل هذه الاعمال وزي ما قلنا انه اي حد يقدر انه هو يدعو الموجودين في دول العالم كلها في امريكا في كندا في اوروبا انه هم يحاولوا يعملوا يعني توعية لكل اللي بيروحوا اي كنايس من كنايس الاجانب يعني انه هم برضو يفهمون ونفس كمان المصريين لما يزوروا مصر المفروض يحرصوا على زيارة مصار العائلة المقدسة بعد الشغل الكتير الرائع اللي اتعامل فيه كمان في ترميم لجارس لكنيسة عمرها 180 سنة في اسكندرية ده موضوع تاني غير لصالة العائلة المقدسة لكن في محاولة للحفاظ على اثريته بدأ اخصائي الترميم في مدرية الاثار في الاسكندرية باعمال سيونة شملة لجارس دير سابة بمنطقة محطة الرمل وسط مدينة الاسكندرية يرجع تاريخ هذا الجارس الى عام 1838 وصنعه الجنرال الحكم دار ميخايل سيمينة في عهد الامبراطور نيكولا الاول والذي اهداه لمحمد علي باشا لوضعه بكنيسة الروم الأورسزوكس بالاسكندرية اما رئيس الطائفة الانجلية كان التقى بأعضاء الكونجرس الامريكي وصرح بان مصر تواجه التحديات بخطوات جدة نحو التنمية الاقتصادية والديموقراطية حيث انهت دكتور الكس اندريزاكي رئيس الطائفة الانجلية بمصر زيارته للولايات المتحدة الامريكية والتي استمرت 15 يوما التقى خلالها عدد من أعضاء الكونجرس تم خلال المقابلات مع أعضاء الكونجرس مناقشة عدد من التحديات التي تواجه المجتمع المصري والدورة الذي تقوم به الحكومة المصرية في دعم قضايا العيش المشترك والتنمية الاقتصادية بتوجيهات من رئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه الكبير بتفعيل الموطنة والتأكيد دائما على حرية الاعتقاد وقبول الآخر كما التقى رئيس الانجلية مع عدد من قادة ورؤساء ورعاية الكنائس الانجلية العربية بفرجينيا وبوستن والكنيسة المشيخية ببوتماك وشارك بعدة محاضرات كان أهمها الكنيسة والوحدة إدارة التوقعات دعوة الله العليا بناء زهن مسيحي متوازن وحياة القداسة العملية وما بعد الحدث ده كان كل الفعاليات دي وكل المحاضرات دي كانت من خلال زيارة الكس أندريزاكي للولايات المتحدة الأمريكية والتي استمرت 15 يوما